هكملها دي النقطة دي لانه مهمة جداً لكابتن ريدل. خلاليا نروح لكابتن فتح مبروك نجم النادي الاهلي الصابق طبعا نجم دائما كان وميز ومدرب منتخبنا الوطني الصابق. كابتن فتح مساء خير يا كابتن. مساء خير يا كابتن 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 محمد الله وسلم على كابتن ماجي. كابتن فتحي. مساء كله يا كابتن ماصر. كله تماما كابتن. كابتن فتحي في اقتر احتفالنا طبعا وحسم النادي الاهلي لبطولة الدوري. يعني اصعب البطولات دائما بالنسبة لكابتن فتحي مبروك وحصول حصوله مع النادي الاهلي على بطولة الدوري. بتشوفها في بطولة كام ورأيك النهاردة واحنا بنتكلم على حسم بطولة الدوري لنادي الاهلي. هل البعض بيرى انها من اسهل البطولات للنادي الاهلي لكن خلينا بس اخد السؤال الاولاني. اصعب البطولات بالنسبة لكابتن فتحي مبروك وحسم والبطولة الدوري اثناء وتوجوده كالعي. طيب ممكن بس استسماحك معاليش معاليش. توقيت المجدي ان انا طبعا بارد لمجلة ادارة النادي الاهلي. اوكي. واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اكيدة كابتن. طبعا. والجهاز الفني واللعيبة في هذه البطولة رقم سين واردعين. تماما كابتن. اه ان كنت اصعب البطولة مرت علي انا ممكن اما كنت اه مدير الفني اللي في المجلة العالية سنة الفين وتلات عشر مكانت البطولة الدوري على مجموعتين. اه لان كانت الظروف صعبة جدا بالنسبة للفرق او الظروف صعبة جدا ما كانتش عندي كم من النعيبة. بدليل يمكن اشتقت بعض الناشئين بعض الشباب في هذه المباريات والحمد الله خبت هذه البطولة. وكانت البطولة فعلا الصعبة جدا جدا في تاريخ حصولي على بطول الدوري عما النادي. كمدرب وكلاعب بقى كابتن. لا كلاعب يمكن في برضو في ظروف يمكن كان مطش يمكن افاكر كواس قوي. كان مطش المصري في القاهرة وكنا نحسن عزي البطولة بامورات المصري. وفعلا كسبنا عليه المباراة وكانت حسما البطولة الدوري وكانت برضو من السنين صعبة جدا على حصولي مبيع على بطولة الدوري يعني. طيب كانت ان كان السنة دي يعني سر رفوز النادي الاهلي بالبطولة. ممكن كان فيه ظروف صعبة أثناء الموسم زي ما احنا شوفنا توقف لفترة طويلة كورونا. ممكن النادي الاهلي كان بدايته واضح جدا انه متفوق. لكن فيه اسرار فيه طبعا عوامل بتخلي النادي الاهلي ياخد بطولة. لان عندك منافسين سواء بقى كان الزمالك او الماورين او حتى في كابتن فتح. هو طبعا النادي الاهلي قبل التوقف قبل الفيروس كورونا ما ينتشر في مصر هنا وكانت في التوقف فترة كبيرة جدا. النادي الاهلي برضو على فكرة كان في اول كمة الجدول وكان برضو فرق كبير بينه وبين نفسين. والنادي الاهلي يمكن عمل عدد مرات من الفوز فدي ساعة الانية المهمة. دائما النادي الاهلي على فكرة ما يبقى في كمة الجدول بيبقى صعب جدا ان يخص البطولة. الا يمكن فترة في سنة من السنين برضو النادي الاهلي على فكرة الدورة والزمال الخد هذه البطولة. ولكن النادي الاهلي دائما عنه دوافع دوافع جهاز فني ودوافع لعيبة مجلس ادارة جماهير. اه دائما اشكاها للبطولات. انا شايف البطولة دي كانت سهلة. للي برضو كنت محمد انا بكلمك يعني محترامش شديد لكل الفرق الموجودة. ولكن لن يكون هناك اي منافسة. اي منافسة على هذه البطولة. بدليل فرق اللقاط الكبير بين النادي الاهلي وبين المنافسين. طيب جميل يا كابتل انت كنت بتكلم انا في الجزء دي في الانترو وهميني طبعا حدك دائما عندك الجراء الكافية في الجزء دي. هل ده في صالح كرة مصرية ان النادي الاهلي دائما الامور سهلة بالنسبة له وللحاسم طولة الدورة. يعني كان اجمل من نجوم النادي الاهلي. بتشوف انه هل ده ممتع بالنسبة حتى اللاعبين هما بيحصلوا على هذه البطولة. هو طبعا بيبقى بص حضرات البردو الحصول على بطولة ده حاجة. بذاته بيضي ثقة للعيبة كبيرة جدا. بيضي ثقة ايضا لي الجهاز الفني المنتخب في اختيار العناصر اللي تقدس ومثل في فترة قادمة. مش شرط يبقى كل العناصر من النادي الاهلي عشان كتاب بطولة. لا في برضو فرق فيها العيبة كويسة جدا فيها فرق على. ده العيب على مستوى عالي جدا من الازاء ومن الجانب الفني والجانب السلوكي والجانب الصخصي. وده كابتن حساب الفني قطعا يعني بيتابع المبارات ومشوف حلقات كتيرة بيتابع المبارات. صحيح. فكون اليهار ده النادي الاهلي حزع لعزيز بطولة. ممكن بيبقى يمثل كيان منتخب مصر. ممكن بيتابع ثمن لعيبة من النادي الاهلي يمثله منتخب مصر في فترة قادمة واحدة. شكرا كابتن فاتحي ومبروك لحضرتك ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس دارته والجهاز الفني والعيبته اكيد طبعا. الاهلي ومجلس دارته.